نفس السائلة تسأل بارك الله فيها زوجة أخي تعمل تسجيل صوتي لأي مكالمات لي فهي تسأل أتكلم معها بيني وبينها أولاً أم مع زوجها أولاً شرعاً ما تصنعه حرام وأقول للذين يقومون بتسجيل المكالمات لمن يهاتفونهم تقل الله فلا يجوز شرعاً تسجيل أي مكالمة بدون علم المتصل أو من تتكلمون معه رجل كان مع رجل مع امرأة أي مكان لا يجوز شرعاً وهذه خيانة للأمانة ستسأل عنها أمام الله وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه وبالتالي جلسي معها أولاً وانصحيها أن ما تفعلينه حرام وخطأ وكفي عن هذا واتق الله إن استجابت فالحمد لله انتهى الأمر أصرت على ما هي عليه أخبري زوجها بما يحدث وعندئذ كوني على حضر عندما تتصل بك تكون أو يكون الرد على قدر الكلمة فقط وإن كان هناك استدراج لكلام للوقوع في أعراض آخرين فأغلق السماعة فوراً ولا تتكلمين والله عز وجل أسأل أن يهديها وأن يهدي أمثالها للحق اللهم أمين ترجمة نانسي قنقر